فيما يخص المناظرة ترح عالية السؤال من كثير من زميلات وزملاء وفعل القرار تخذ تخذ القرار من أجل تنظيم المناظرة لكن سيد رئيس السلطة الوطن المستقلة رهوا في تشاور مع المترشحين المترشحين أنتم عارفين عندهم أجندة وعندهم مرنامج اليوم لم يحدد بعد متروك للسيد رئيس السلطة باتفاق مع المترشحين يجمع يوم اللي يكونوا موافقين عليه في خمس مترشحين وأسألوا أنه لا عليه الجزائر دولة قائمة مؤسسات قائمة والديمقراطية في الجزائر ما نتعلمهاش من الاتحاد الأوروبي أنتم تعرفوا هذا الاتحاد الأوروبي مع الحلف الأطلسيين ماذا قاموا به أثناء التورة التحريرية من تعديب وحرق الجزائر وضرب الجزائر بيننا بارم ونحن نتوجه لأبنائنا نقول نحل مشاكلنا بيننا بالحوار الانتخابية مرت في دوروف حسنة وما فيهاش مشاكل يعني تذكر تب شهود أنتم شهود على هذه المترشحين يتنقلوا من مدينة للمدينة يوميا فيه واحد فيه مثلا مرشح من المرشحين في باريس ضربوه بالبيد واحد حتى عندنا ما ضربوه مشاكل ترجمة نانسي قنقر